هذا هو النينتندو بلاي ستيشن أي سمعتوني صح؟ نينتندو بلاي ستيشن الجهاز هذا لو أنه نزل كان سوق الألعاب اللي نعرفه بيتغير للأبد لكن اللي صار كان مختلف تماما اليوم نكشف لكم خبايا انهيار تحالف نينتندو وسوني تاريخي في حلقتنا الجديدة من ملفات سرية في الماضي كانت الألعاب تجي على شكل كارتريج اللي نسميه إحنا شريط وننفخ فيه عشان يشتغل لكن ظهر وقتها نوع جديد من الوسائط هو كانت بداية قصتنا هذه النوع الجديد هو أقراص الـ CD واللي صارت محط نظار الجميع وقتها الكل وقتها كان يحلم صنع جهاز الترفيه المتكامل اللي شغل ألعاب وأفلام وموسيقى هنا ظهر مشروع مشترك في نهاية الثمانينات بين شريكتين كبار سوني وفليبس وكان اسم الجهاز CD-i لكن سوني انسحبت من المشروع بهدوء لأنها ما شافت فيه فايدة كبيرة لها خصوصا أن شركة فيليبس تتحكم 90% من المشروع رغم ذلك سوني لازالت تحلم دخول سوق الألعاب وخلت هالشي هدف رئيسي لها في ذاك الوقت كان الشريك الأنسب هو عملاق صناعة الألعاب وقتها والجار الياباني ننتندو العبقري كينكا توراقي من سوني كان هو صاحب الفكرة وجاه فيها بعد ما اشترى لبناء جهاز ننتندو فميكم وقتها اللي حنا نعرفه باسم العائلة كين ما كان مقتنع بقدرات العائلة واتجه لنتندو واقترح عليهم يستخدمون تقنيات سوني في الصوت التعاون بدأ فعليا وسوني أصبحت تصنع شريحة الصوت الجهاز ننتندو الجديد القادم سوبر ننتندو طبعا شريحة الصوت من سوني كانت مكلفة في الانتاج وتتطلب استخدام عدة سوني في التطوير واللي كانت باغضة الثمن أيضا هذا التعاون طبعا كان تسليكي بالنسبة لسوني لأن التعاون الحقيقي والضخم جاي كان اتفاق ننتندو سوني على تقديم جهاز ألعاب جديد بالكامل يستخدم أقراص السي دي الجديدة وكان هذا الجهاز مصنوع للتوافق مع جهاز ننتندو الجديد اللي هو السوبر ننتندو تقنية السي دي كانت ما صدرت وقتها وباقي على صدورها ما يقارب ثمنتعشر شهر لكن سوني كانت تشتغل للمستقبل وكان اسم الجهاز الجديد المبدئي سوبر ديسك الجهاز الجديد المشترك كان يشغل أشرطة سوبر ننتندو وفي نفس الوقت يشغل الألعاب جديدة تعمل على أقراص السي دي سوني كانت وحدها اللي تملك حقوق تطوير الألعاب على السي دي لهذا الجهاز الجديد رئيس ننتندو وقتها اسمه هيرياتشي ياموتي توقع أن السي دي بيكون المستقبل وافتتح قسم خاص في الشركة بتكلفة ضخمة للأبحاث والتطوير في هذا المجال نتندو ما ألقت اهتمام كبير للعقد اللي بينه وبين سوني يعني ما قالوا صح وما انتبهوا أن حقيقة الأمور هو أن سوني تملك زمام الأمور وكل شيء يصب في مصلحتها محامين سوني ضمنوا لشركتهم 100% من أرباح الألعاب الجديدة اللي بتنزل على السي دي في الجهاز الجديد المشترك مع نتندو بالتالي نقدر نقول أن نتندو نلعب عليها حرفيا نتندو أدركت الورطة وقررت الانسحاب من عقد سوني بأي شكل كان ولأن نتندو تشوف أن المستقبل في السي دي فقررت تبحث عن شريك جديد تشتغل هنا طار رئيس نتندو أمريكا وممثل القسم الياباني إلى هولندا للتعاقد مع عملاق الإلكترونيات الأوروبي وقتها فيلبس نتندو وقعت اتفاقية بحيث أن فيلبس تطور ألعاب من بطولة شخصيات نتندو الجهاز هاللي نعرف عنه اللي هو السي دي آي بينما في المقابل فيلبس بتطور طرفية جديدة الجهاز نتندو تسمح بتشغيل الألعاب بصيغة السي دي وبكذا نتندو تقدر تصرح بشكل حصري للمطورين العمل على هذه الصيغة اللي هي السي دي وتحصل على مية بالمية من أرباحها طبعا شركة فيلبس أصدرت أربع ألعاب الجهاز سي دي آي من بطولة شخصيات نتندو بحثا عن النجاح وطبعا ما كانوا أبدا حول النجاح هذيك الألعاب كانت تعيشها جدا جدا الكلام هذا كله كان في 1991 نتندو كانت تستعد لكشف جهازها الجديد السوبر نتندو في معرض سي إي اس للسوق الأمريكي في المعرض نفسه سوني كشفت عن جهاز البلايستيشن اللي يقدر يشغل ألعاب السوبر نتندو وأيضا بيكون جهاز وسائط متكامل بتشغيل الأفلام والموسيقى سوني وقتها ذكرت قدرتها عبر استوديوات الأفلام الخاصة فيها إنتاج أفلام خاصة للجهاز الجديد طبعا نتندو كانت تعرف أنه ملعوب عليها من سوني بالأضافة لكون سوني تستخدم ألعاب السوبر نتندو في جهازها الجديد وبتأخذ مية بالمية من أرباح السي دي فالشركة أيضا تربح مبالغ كبيرة جدا من شريحة الصوت المكلفة اللي قاعدة تسويها للسوبر نتندو يعني نقدر نقول سوني كانت مستغلة نتندو بشكل عثار غضبهم جدا نتندو فجرت المفاجأة في اليوم الثاني للمعرض بينما الكل كان ينتظر نتندو تعلن شراكتها مع سوني وقتها الشركة فاجأت الجميع وأعلنت التعاون مع فيليبس في ذاك الوقت فيليبس كان منافس سوني الرئيسي في سوق الإلكترونيات سوني عرفت عن إعلان نتندو قبل يوم من حدوثها وحاولوا بشدة طرق التواصل مع مسؤولين نتندو لإيجاد حل لها المشكلة الكبيرة لكن ما أحد رد على مكالماتهم نتندو في العلن بررت قرارها أنها تروح مع فيليبس بأن تقنية فيليبس كانت أفضل نتندو كما هو متوقع وضعت نفسها في برطة بسبب اتفاقيتها المسبقة مع سوني اضطروا يتبهذلون شوي في المحاكم المصيبة الأكبر هو القانون الغير مكتوب بين اليابانيين هو أن ما في شركة يابانية تفسخ عقدها مع شركة يابانية ثانية لمصلحة شركة أجنبية هذا القانون الغير رسمي كان يأخذونه بشكل جدي مرة في اليابان خصوصا ليابان من وقتها كانت من غلقة على العالم الخارجي ومتشددة بعاداتها وتقاليدها طبعا سوني هدد أن تندو باللجوء للمحاكم لكن تندو قالت هذا بيكون بدون فايدة لأن سوني ما زالت تقدر تصدر جهازها فعليا واتفاق فيليبس ما يتعارض مع اتفاق سوني أبدا الشركتين شافوا أن التفاوض أفضل شي بينهم اتضح لاحقا أن اتفاق نتندو مع فيليبس كان مجرد محاولة لهالسوني والحصول على نسبة أكبر من أرباح الجهاز الجديد اللي يعتمد على السيدي سوني ما اهتزت وكانت أمورها سليمة لأنها وقعت العقد من قبل وانتهى الموضوع هنا اتضح لسوني أن نتندو ما راح تساعدها من ناحية تطوير الألعاب وقررت الشركة تعتمد على نفسها بهذا الموضوع وإثبات أنها قادرة على دخول هالسوق الوحدها سوني عرضت جهازها الجديد في اليابان على أساس أنه جهاز ألعاب وجهاز تعليمي بنفس الوقت عرضت الشركة قدرات الجهاز لكن ما عندهم كان أي لعبة يعرضونها سوني تعاقدت مع عدة شركات ألعاب لتطوير ألعاب الجهازهم الجديد واللي يقدر يشغل ألعاب سوبر نتندو بالإضافة لألعاب سيدي جديدة موعد الاصطار اللي كانوا ناوين عليه هو صيف 1992 كان هذا قبل موعد اصطار طرفية فيليبس للسوبر نتندو بست شهور مع بداية العام 1992 أعلنت نتندو أنها ألغت اتفاقيتها مع سوني بالكامل وأعلنت أن جهازها الجديد مع فيليبس بيصدر في نهاية 1992 سوني حبت ترد الضربة لنيتندو وأعلنت وقتها أنها بتطور ألعاب الجهاز ميغا سيدي اللي هو وقتها من منافس نتندو الرئيسي سيقة في 1992 الشركات اللي تطور الألعاب بدت تقفل معها من جد وقالت سالفت أن في أكثر من صيغة للسيدي ما تعجبنا وطالبوا الشركات بتوحيد الصيغ والتسهيل على الجميع كبار الشخصيات في الشركات اليابانية تدخلوا عشان يقنعون رئيس نتندو أنه يوقع اتفاقية جديدة مع سوني وحل الأزمة هالمرة الاتفاقية صارت وكانت ثلاثية بين نتندو وسوني وفليبس لإنتاج جهاز جديد مشترك بينهم الفرق هنا أن نتندو حصلت على نصيب الأسد وحقوق الألعاب كاملة على الأجهزة الجديدة سوني في المقابل حصلت على حقوق الأشياء الثانوية مثل الأفلام والبرامج التعليمية سوني اعترفت وقتها قالت اضطرينا أننا ناخذ هذا الاتفاق مع نتندو بحكم أن نتندو هي المسيطرة على سوق الألعاب وقتها وسوني تحتاج الوصول لهذا الجمهور الكبير وقتها الكل لاحظ على نتندو أنها مترددة بالقرار لأن ثقتها بصيقة السيدي بدأت تتقل السبب خلف هذا الشي هو أن الأرباح من السيدي أقل بكثير من أشرطة الكارترج والسبب الثاني هو فشل جهاز سيغا سيدي وأيضا جهاز ني سي اللي كان يعتمد على السيدي في السوق الياباني أعلنت تندو أن أحد شركاءها تمكن من صناعة شريحة الأس أف اكس للألعاب ثلاثية لأبعاد مما أدى إلى تأجيل الجهاز المشترك بين نتندو وسوني وفليبس والسبب أنهم كانوا يبوني يقدمون شيء أقوى من اللي قدرت تحقق شريحة الأس أف اكس على أجهزة مثل السوبر نتندو في مايي 1993 تم عرض طرفية الجهاز سوني نتندو لتشغيل الأقراس ونقدر نشوف شعار سوني على مشغل الأقراس واللي يقدر يشغل ألعاب مساحات كبيرة وقتها قيل أنه في لعبة زلدة جديدة قادمة للجهاز الجديد وتستخدم السيدي وأيضا كان في لعبة سويت فايتر 2 كان من المفترض أننا نشوف الجهاز الجديد أو طرفية سوني الجديدة في معرض CES ذاك الوقت لكن هالشي ما صار والسبب بات واضح فعلا وقتها نتندو غيرت خططها تماما وأعلنت عن عملها على جهاز 64 بيت قادم لهالسبب تم الغاء المشروع المشترك بين سوني وفليبس ونيتندو وقالوا وقتها أن هالمشروع أصلا ما تعدى كونه حبر على ورق أما مشروع بلاي ستيشن فسوني وقفته وقتها وألغت جميع العابة رغم أنهم أنتجوا 200 وحدة منها لغرض التطوير سوني أدركت من تجربتها أن التعاون في سوق الألعاب صعب جدا والأفضل تعتمد على نفسك وقتها سوني تقدمت مشروع جهاز جديد يدعى بلاي ستيشن وهالمرة جهاز بالكامل من صنع سوني ويشغل ألعاب جديدة بالكامل بصيغة السيدي سوني نجحت في صنع جهاز بقدرات رائعة واستطاعت تحقيق نجاح ضخم في السوق اعتمد على جذب شريحة جديدة بالكامل من اللاعبين عن طريق ألعاب موجهة للبالغين أكثر ننتندو اعتمدت على تدربة سيغا الفاشلة مع السيدي وقررت أنها تبقى على نظام الكارتريج الأكثر ربحية والأسرع بمراحل من ناحية التحميل لكن الأمور ما سارت أبدا في صالح نتندو مطوري الألعاب بتعدوا عن نظام الكارتريج بسبب تكاليف التطوير الكبيرة عليه من ذاك الوقت إلى الآن نتندو و سوني حققوا نجاحات كبيرة في سوق الألعاب ومروا بمراحل متقلبة كبيرة لكن السؤال اللي يطرح نفسه لو التعاون استمر وكان البلاي ستيشن جهاز مشترك بين سوني و نتندو كيف كان بيكون وضعنا اليوم؟ أبي أعرف رأيكم كلكم في التعليقات تحت وأيضا لا تنسونا باللايك عشان تستمر هذه السلسلة معاكم خلونا نوصلها خمسة لايك يعطيكم العافية على المتابعة مع السلامة